الخامسة صباحا في القاهرة الثانية بتوقيت جرينيتش مجز اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للازمة الروسية الاوكرانية ودعم مصر لكافة المساعر الرامية لسرعة تسويتها سياسيا بما يحفظ الامن والسلم الدوليين وينهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية التي احدثت ضررا كبيرا للدول ذات الاقتصادات الناشئة خاصة فيما يتعلق بالامن الغذائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لامين مجلس الامن الروسي نيكولاي باتروشاف حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن أمين مجلس الامن الروسي نقل تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين للرئيس السيسي مؤكدا الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الثماني سنوات الأخيرة من العمل التنموي المكثف غير المسبوك في حجمه ونطاقه وسرعته قد أثمرت صلابة وصمودا ومرونة كبيرة للاقتصاد القومي وفي كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف قال الرئيس السيسي أن العالم يمر بظروف دقيقة تعيد إلى الأذهان ذكريات من التوتر والقلق والاضطراب لم تحدث منذ عقود طويلة بسبب تداعيات أزمتي أوكرانيا وكورونا وأضاف الرئيس السيسي أن الإجراءات التي أعقبت الأزمتين نجم عنها نزوح كثيف لرؤوس الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف وأكد رئيس السيسي في تدوينة على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أن تلك الذكرى العطرة نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم ودعا إليها فكان الرحمة المهدى والقضوة والمثل ودع رئيس السيسي الله عز وجل أن يعيد هذا اليوم المبارك بالخير والتوفيق على شعوبنا العربية والإسلامية وأن يحمي وطننا الغالي من كل سوء وشر قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة قيد مؤسستي حياة كريمة وكيان للتنمية المجتمعية بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بما يمكن المؤسستين من متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر أن تنطلق في شهر ديسمبر المقبل ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول الطلبات المقدمة من المؤسستين المذكورتين للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات في ضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة على تلك الطلبات بعد استفائها الشروط المقررة قانونا وتلك الواردة في القرارات المنظمة قلل الرئيس الأمريكي جو بايدن من خطر تعرض الولايات المتحدة لإغلاق فيدرالي وذلك بالتزامن مع إقرار جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس اتفاقا بشأن خطة إنفاق مؤقتة وحذر بايدن من أن العديد من القطاعات الحيوية في الولايات المتحدة سوف تتأثر بشكل بالغ حال عدم الموافقة على تمويل الحكومة وتواجه الولايات المتحدة خطر الإغلاق الحكومي والذي من شأنه أن يؤدي إلى منح أجازة لمئات الألاف من الموظفين الفيدراليين وتعليق مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية ضربت فيضانات وسط اليونان للمرة الثانية هذا الشهر واستهدفت بشكل خاص مدينة فولوس وذلك بعد عاصفة سابقة أصفرت عن مصرعي 17 شخصا وتسببت بأضرار واسعة النطاقة وفرضت السلطات حظر تجول في المدينة التي يناهز عدد سكانها نحو 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة إلياس إلى اليابسة وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة مشاهدين انتهى الموجز الإخباري ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم شكرا على طيب المتابعة وهذه تحياتي أنا أمل صالح